تجمع هوات التحديق في النجوم في صحراء الكويت لرصد الأجرام السماوية في الصحراء الساكنة تجمع عشاق السماء الذين لديهم فضول نحو الكواكب والنجوم المتلألئة لاستكشاف الكون وإلقاء النظرة واضحة على هذه الأجرام التي تجول في السماء بس قاعدين يخزون الأجرام في السماء نعم خز طبعا تمركزون بعيد عن التلوث الضوئي هذا أمر مكنهم من رؤية صورة مفصلة للقمر والحفر المنتشرة على سطح القمر طبعا هؤلاء الهوات يستخدمون تليسكوبات متطورة لإلقاء النظرة على نجوم معينة خلال الرحلة التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبعا هذه واحدة من أبرز أحداث الرحلة هي اللحظة التي يشوف فيها المشارك كواكب مثل زحل أو كوكب المشتري طبعا التحديق في النجوم كيفية التعرف على الأبراج واستخدامها لتحديد الاتجاهات